اشتركوا في القناة ومدراء الاجهزة الامنية وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين تم خلال الاجتماع مناقشة سير الاجراءات المتخذة على المعابر الحدودية وتحديدا مع بري جابر والعمري والتأكد من تلافي الثغرات التي حدثت سابقا وبأن الاجراءات الجديدة المتخذة منسجمة مع أقصى درجات السلامة والوقاية العامة بحيث تمنع مخالطة الأشخاص القادمين للعاملين على هذه المعابر وضمان سلامة جميع مستخدمها وسيتم وضع دليل واضح بالاجراءات والآليات المتعلقة بجميع العمليات على المعابر كالتخليص والتأمين وغيرها بما يضمن سلامة الإجراءات المرتبطة بها وعدم تسببها بنقل العدوى كما تمت مناقشة المسجدات المتعلقة بإجراءات العزل للمصابين والحجر المنزلي للقادمين من الخارج والتوسع في إجراء الفحوصات المخبرية للكشف المبكر عن حالات الإصابة وحول عزل الأشخاص المصابين ما دون 18 عاما منزليا أود أن أوضح بعض التفاصيل بهذا الخصوص أولا يأتي هذا القرار بناء على توصية وزارة الصحة وبعد دراسة جميع الأبعاد المرتبطة بمسألة عزل الأطفال المصابين وبالنظر إلى بعض النماذج العالمية للتعامل مع هذه الفئة شريطة اتباع إجراءات صحية صارمة لمنع انتقال العدوى منهم إلى الآخرين ثانيا تتضمن هذه الإجراءات توقيع تعهد خطي من ولي أمر الطفل بعزله منزليا وعزل المخالطين له وعدم خروجهم من المنزل إلا بعد ظهور نتيجة الفحص التي تؤكد خلوهم جميعا من فيروس كورونا ثالثا يتضمن التعهد التزام ولي أمر الطفل بتنفيذ أوامر الدفاع والقرارات والبلاغات الصادرة عن مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزارة الصحة تحت طائلة المسئولية القانونية وقد تم وضع آلية لتتبع الأشخاص المصابين الخاضعين للعزل المنزلي ومخالطيهم من خلال الأجهزة المختصة وسيتم تطبيق ما نص عليه أمر الدفاع رقم ثمانية لسنة 2020 بحق كل من تثبت مخالفته منهم علما بأن العقوبات بحق كل من يخالف اشتراطات السلامة العامة ويعرض صحة الأردنيين وسلامتهم للخطر أو يتسبب بنقل العدوى إليهم تصل حد الحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة ألاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وسيعلن ناطق الرسمي باسم لجنة الأوبية الدكتور نذير عبيدات بعد قليل التعليمات المتعلقة بالأشخاص الخاضعين للعزل المنزلي وإجراءات التعامل معهم بناء على التغذية الراجعة من الميدان تقرر اليوم وقف العمل بحجر العمارات والبنايات أمنيا وسيطلب من المخالطين الذين يفرض عليهم الحجر المنزلي الالتزام بأماكنهم لحين فحصهم وسيتم تتبعهم وفق آلية تقررها الأجهزة المقتصة حماكم الله وحما صحتكم وأحباءكم وحفظ الوطن وقيادته والإنسانية جمعة من شر هذا الوباء بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساءكم بكل الخير سجل في المملكة هذا اليوم 266 حالة إصابة بفايروس كورونا منها 264 حالة محلية وقد توزعت الحالات كما يلي 166 حالة من محافظة العاصمة 25 حالة محافظة الكرك 38 حالة محافظة البلقاء 8 حالات محافظة إربد 10 حالات محافظة الزرقاء 3 حالات محافظة معان 6 حالات محافظة عجلون حالة واحدة عفوا محافظة عجلون 3 حالات محافظة مادبة 10 حالات من محافظة جرش كذلك سجلت حالتي وفاة من مستشفيات المملكة لهذا اليوم كذلك أجري هذا اليوم 12.867 فحص مخبري ليصبح عدد الفحوصات التراكمي 1.83.488 فحصا منذ بداية الجائحة كما سجل في المملكة هذا اليوم 683 حالة شفاء غادرت إلى منازلها أريد أن أؤكد أن التغيير في الاستراتيجية يأتي مع تطورات الوضع الوباء والتخفيف على المواطنين وسيقوم الناطق الرسمي بإسم لجنة الأوباء بوضعكم بصورة هذه الإجراءات حماكم الله وحمى الوطن وقائده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم اجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوباء ظهر هذا اليوم وأوصت بما يلي أوصت اللجنة باعتماد تعليمات وإرشادات العزل المنزلي والتي تتضمن المحافظة على صحة المعزولين وأسرهم وصحة المجتمع وتشمل هذه التعليمات البنود التالية واحد تحديد فئات المرضى الذين ينطبق عليهم إمكانيات أو إمكانية العزل المنزلي اثنين وضع آلية لمتابعة مرضى العزل المنزلي من ناحية الالتزام بالعزل ثلاث تم التأكيد على ضرورة إيجاد آلية لنقل المرضى المعزولين من المنزل إلى المستشفيات العامة والمعتمدة لهذه الغاية في حال طرأ تغيير على حالتهم الصحية أربعة تم وضع شروط العزل المنزلي للأشخاص المصابين والخاصة بظروف مكان العزل المنزلي وملائمته للعزل خمسة ضرورة توفير موافقة أو توفر موافقة خطية من أولياء أمور المرضى المصابين ستة تم وضع إرشادات العزل المنزلي أثناء وجود المريض في العزل والتي تركز على الإجراءات التي من شأنها المحافظة على صحة المصابين نفسه وأسرته كما أوصت اللجنة بتطبيق العزل المنزلي على الأم إذا كان أحد أبنائها مصابا بفيروس كوفيد 19 أوصت اللجنة أيضا بإيقاف حجر العمارات والاستغناء عن ذلك بتعهدات خطية من المصابين ومخالطيهم مستقبلا كما اطلعت اللجنة على تطورات الوضع الوبائي بالمملكة وأكدت اللجنة على ضرورة تشخيص جميع الحالات وإجراء المفحوصات للمخالطين بأسرع وقت ممكن ضمن آليات سيتم تحديثها في الأيام القليلة القادمة حمى الله الأردن وطنا وقيادة وشعبا وشكرا ترجمة نانسي قنقر